الفيديو ده هيبقى بداية لسلسلة فيديوهات لتخزية زرية اسماك الزينة وقلنا نبدأ بالارتميا واعرفك اسهل طريقتين لتفقسها وكل حاجة تخص الارتميا قليك فاكر ان الفيديو ده هيبقى ليه جزء تاني قريبا ان شاء الله واعرفك فيه ازاي تكبر الارتميا وتستخدمها لتخزية الاسماك الكبيرة لو شايف اننا بنقدم محتوى يفيدك ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل الجرس وتشاير فيديوهاتنا الارتميا غذاء ممتاز لزرعة اسماك الزينة الزريعة بيبقى حجمها صغير جدا فبنحتاج نقدم لها غذاء يبقى مناسب لحجمها وبيساعد على نموها سريعا فمفيش احسن من الارتميا انك تقدمها للزريعة بتاعتك لان حجم الارتميا بيبقى اقل من نص ملي والقيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا بتساعد الزريعة على النمو السليم وبسرعة عشان تعدي اصعب مرحلة في النمو واللي بنقول عليها مرحلة الخطر وكمان زي ما قلتلك ممكن تكبرها وتوصل الحجم بتاعها لحد سنتي فتقدر تقدمها للاسماك الكبيرة وخاصة امهات الاسماك لتجهزها للتفريغ سريعا كده الارتميا كائنات بحرية بتعيش في البحيرات شديدة الملوحة زي بحيرة الحمرة في مصر وبحيرات كتير في اغلب الدول العربية بس هي موجودة اكتر في امريكا وكندا وبعض الدول الاوروبية الارتميا بينتج عنها بيض بعضه بيفقس وبعضه ما بيفقس وده بسبب ظروف المية اللي ما بتبقاش مثالية بالنسباله او بسبب قلة الاكسجين وهو ده البيض اللي بناخده وممكن يتخزن لأكتر من سنتين وبيستخدم في المزارع وعند الهواء وقت الحاجة ليه بتبدأ تفقاسه الارتميا او بيض الارتميا ده يفضل تخزنه في التلاجة عشان ما يفسدش الارتميا فيها سباغات بتساعد اسماك الزينة جدا على ازهار الوانها يعني كده مش قيمة غذائية عالية وبس لا كمان بيمد السمك بالسباغات اللازمة لازهار الالوان بتاعته ده غير انه بيعتبر غذاء نظيف ملوش اي اضرار على السمك ولا ممكن يمنقل اي طفايليات او عدوى او امراض عمتا ندخل بقى في الفيديو بتاعنا ونشرح اسهل طريقتين لتفقيس بيض الارتميا اول طريقة ودي اللي انا بفضلها جدا لانها الاسهل والاضمن من وجهة نظري والطريقة دي اقرب ما يكون للفقاسات الجهزة واللي بتبقى بارقام خرافية احنا هنعملها لك ببلاش تقريبا ودي هنحتاج فيها ازازة حاجة ساعة ويفضل الازازة اللي زي دي ودي بتبقى بتاعة شويبس عشان الشكل المخروطي للازازة ده بيساعد على تجميع الارتميا في الجزء المخروطي اللي في الاخر وده اللي بيسهل عملية جمعها وفصلها عن القشر ومحتاجين ازازة حاجة ساعة تانية تبقى عادية ودي هنعملها قاعدة للازازة الاولانية بتاعتنا وطبعا محتاجين ارتميا تبقى من مصدر موسوك تبقى تجربت قبل كده ونسبة الفقس بتاعتها تبقى عالية انا جايب دي من اسلام ياسين في مصر ومشاء الله نسبة الفقس بتاعتها بتتعدى التسعين في المية ومحتاجين غطى ازازة جاهز للارتميا سعره بيبقى رخيص جدا وبتباع في اغلب محلات بيع اسماك الزينة ولو مش لقيه ممكن تعمل واحد بنفسك اتجيب غطى ازازة الحاجة ساعة وتخرمه خرم على قد خرطوم الهوى واتدخل خرطوم الهوى او حتة خرطوم الهوى واتسبتها بمسدس شمع زي كده ومحتاجين برضو محبس وده برضو بيبقى سعره رخيص جدا ولو مش لاقي برضو مفيش مشكلة ممكن تبقى تسد الخرطوم باي حاجة او تربطه ووقت جامع الارتميا بتفتحه وطبعا لازم مطور هوا بسكرية ولو ما عندكش سكرية مش لازم هنجيب الازازة الاولانية ونقطع القاعدة بتاعتها بقطر او بمقص او باي حاجة وهنجيب الازازة التانية ونقطع الجزء العلوي منها زي ما انت شايف ونقطع القاعدة بتاعتها برضو يعني احنا محتاجين الجزء اللي في النص بس هنركب غطى التفقيس في الازازة ونحط فيه حتة خرطوم هوا وفي اخيرة طبعا هنحط المحبس بتاعنا وزي ما قلتلك لو ما فيش غطى اعمله بنفسك ولو ما فيش محبس سد نهاية الخرطوم او اربطه باي حاجة هنعمل خرم صغير في الازازة التانية من تحت ونحط عليها الازازة بتاعة التفقيس بتاعتنا ونعدي الخرطوم من الخرم ده وفي نهاية الخرطوم هنحط المحبس زي ما اتفقنا كده الفقاسة بتاعتنا باقت جهزة وزي المستوردة بالزبط وبدون تكلفة تقريبا هنجيب لتر مية من حوض السمك بتاعنا او مية تبقى مركونة يومين تلاتة مهم ما يبقاش فيها كلور ونحط عليها معلقتين ملح خشن كبار بتجيب الملح الخشن ده من اي عطار جنبك او ممكن تحط ملح طعام العادي بس احنا طبعا نخلينا في الاضمن عشان عملية التفقيس تبقى سليمة تماما وما تواجهناش اي مشاكل ندوب الملح كويس في المية وبعد كده نحط المية في الفقاسة بتاعتنا نحط بخرطوم الهواء بالسكرية في الفقاسة والطرف التاني من الخرطوم هنركبه في مطور الهواء بتاعنا نسبت خرطوم الهواء بتاعنا باي مشبك عشان ما يطلعش الفوق احنا عاوزينه دايما يبقى نازل لاخر حتة في الازازة عشان نضمن دايما ان ما فيش بيد ارتميا يترصب تحت في القاع وما يفقس نحط اقل من ربع معلقة ارتميا وكده يبقى بدأنا مرحلة التفقيص وخلال يوم او اتنين بالكتير هتفقس الارتميا بتاعتنا فقس الارتميا ده بيبقى معتمد على درجة حرارة يعني لو الحرارة في الغرفة عندك من 25 او 28 في الغالف الارتميا هتفقس بعد يوم او اقل من يومين ولو طبعا درجة حرارة اقل من كده ممكن تاخد لها في حدود يومين طبعا في الشتاء وفي درجات الحرارة اقل من 22 وعشرين يفضل ان انت تحط الفقاسة اه في الحوض بتاعك وتثبتها باي مشبك عشان طبعا الاحواض بيبقى فيها سخان والحرارة فيها ما بتقلش عن اربعة وعشرين تاني طريقة بقى وهي هتجيب ازازة اي ازازة ازازة حاجة ساعة او مية اي حاجة مش تفرق معنا والغطى اللي عرفتك تعمله ازاي هنعمل ازايه بس هنخلي الخرطوم بتاعنا حتة صغيرة زي ما انت شايف وبرضو هنكرر كل الخطوات اللي فاتت لتر مية من الحوض او مية مركونة وعليها معلقتين ملح خشن او ملح طعام وندوبهم كويس ونحط في الازازة ونحط برضو سكرية الهوى زي ما انت شايف دي كده طريقة ابسط بس نسبة التفقيس فيها بتبقى اقل ونسبة فصل القشر عن الارتميا بتبقى مش كويسة اوي بعد يوم او يوم ونص تقريبا من التجهيز جبنا الازازة الاولانية واللي عملناها بالطريقة الاولانية ونوجه اي اضاءة موبايل او كشاف او لنبة اي حاجة على الجزء السفلي للازازة عشان الارتميا بتحب الضوء وبتتجمع عليه وده بيسهل علينا جدا عملية تجميحها وفصلها عن القشر وزي ما انت شايف ما شاء الله نسبة فأس محترمة جدا كل اللي هتعمله هتجيب كوباية وتفتح المحبس بتاعك او لو ما فيش محبس هتفك ربطة الخرطوم وتنزل اللي محتاجه من الارتميا وبعد كده تاخد من الكوباية بسرنجة وتحط للزريعة بتاعتك تلات مرات يوميا طبعا الافضل انك يبقى عندك شبكة ارتميا وتحطها على الكوباية بحيث ان انت تفصل الارتميا عن المية عشان دي مية ملحة وما يفضلش وضعها في الحوض خاصة لنو مزروع اه وتحط الارتميا للزرع بالشبكة على طول بس احنا طبعا بنقول ان احنا بناخد بالسرنجة ودي بتبقى كمية مية بسيطة ان شاء الله ما يبقاش لها اي تأثير سلبي على الحوض الازازة التانية بتاعتنا او الطريقة التانية برضو بعد يوم ونص هتجيب الازازة وتقفلها بالغطى اللي احنا عملناها بعد كده هتجيب كوباية مية من الحوض بتاعك وما تملهاش لاخر سيب اتنين سنتي فاضين فيها وهتسد غطى الازازة بسبوعك زي كده وتقلب الازازة وتحطها في الكوباية بسرعة زي ما انت شايف وبرضو هتوجه اضاء عليها عشان نجمع الارتميا بتاعتنا هتلاقي الارتميا نزلة من الغطى في كوباية المية زي ما انت شايف وما تقلقش مفيش مية هتنزل هي الارتميا بس هي اللي هتنزل وبرضو عيب الطريقة دي زي ما اتفعنا ان الارتميا بينزل معاها اشر خط بالك الارتميا بتعيش يومين تلاتة بالكتير وخاصة في الصيف اما بيكون الحرارة عالية الارتميا بتموت بسرعة اه عشان كده المفروض يبقى عندك فقستين من اي طريقة من اللي احنا قلناهم عشان تعمل واحدة والتانية بعدها بيقوم ويبقى عندك دايما الارتميا متفقسة جاهزة لتأكيل الزريعة بتاعتك الارتميا الغذاء الساحر لزريعة اسماك الزينة استنونا ان شاء الله في اه فيديوهات تانية اللي زي ما قلت لكم هيبقى فيه سلسلة فيديوهات اه لتغذية زريعة اسماك الزينة باغذية مختلفة الفيديو بتاعنا انتهى لو لك اي استفسار سبلي تعليق اسفل الفيديو وهرد عليك في اسرع وقت ممكن ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته